والله الموضوع ده أصله جي فجأة لكن تقريبا معظمنا حاسس باللي احنا حنقوله الولاد قعدوا في البيت وإحنا دايما نقول إحنا ليه ما بنعودش مع بعض وليه ما بنجتمعش على الأكل مع بعض وليه ما بنقضيش وقت مع بعض وبعدين لما الولاد قعدوا لقيت الأمهات والأبهات برضو عملين يصوتوا صحيح المدارس كانت لما الولاد وإحنا دلوقتي مش لقين وقت لنفسنا إزاي نقدر نستغل الفترة دي عشان كلنا نبقى مبسوطين بص أنا هقول لها لتك حاجة هي سبحان الله لو بنعتبر بأنه إحنا في محنة العالم كله باللي بيعدي فيه فدايما دايما ربنا سبحانه وتعالى بيطلع لنا من كل محنة منحة دايما مشاكل كتير الواحد أنا كنت بشوفها في العيادة النفسية مشاكل سلوكيات أو تواصل ما بين المرهقين مع الأهالي الأزواج مع بعض الناس مش فاضية تقعد تتكلم مع بعض إحنا جالنا الفرصة وسبحان الله على جميع المستويات وعلى جميع أنواع على الأصعدة كلها إن إحنا نقعد في البيت والأول مرة هنبقى عارفين نقعد مع أولادنا الزوجين يعودوا مع بعض نبدأ بقى نشوف الحياة التواصل اللي كنا بنجري فيه قبل كده ومش واخدين بالنا منه اختلف والله يا دكتورة أنا معاكي لأن إحنا دايما كنا بنتكلم نقول إيه إحنا لازم نقضي وقت مع أولادنا ولازم نستغل نخصص وقت معين نعود فيه معاهم وهو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أهل وقته واروني هتعملوا إيه ده حقيقي فحنا لازم نساعد الناس نقول لهم نعمل إيه بص حديثك أنت كان الأول زمان الأمهات يتكلموا في مشاكل إيه المدرسة والمذاكرة والواجبات والدروس وبعدين التدريبات وبعدين نعمل كذا وترجع مرهقة طب ما هي مش هتقدر أنها تشوف طب واجبات البيت الأب دايما ما بين شغله والشغل التاني يوفر كذا يرجع متأخر بيشوفش أولاده في أهالي ما كانوش بيشوف أولادهم لأبهات والأمهات يتقابلوا مع بعض غير في الويك أنت ويبقى الأب مثلا نايم تعبان طول الأسبوع فبالتالي يوم الجمعة كله نايم وتيجي الأم هي اللي تاخد العيال وتخرج بص لايف ستايل كانت مختلفة وفيها ضغوط أنا اللي بشوفه دلوقتي إن إحنا عندنا الفرصة نقعد مع أولادنا خلينا منتهى الهدوء كده نخرج من دوامة الطاقة السلبية اللي قاعدين نترعب فيها من الفيروس والحرص والخوف والأهل الأب اللي بيخايف دلوقتي أو عنده أحاسيس سلبية بالنسبة لشغله كل اللي بيحصل ده على مستوى العالم مش مصر بس واللي بيحصل على مستوى مصر لكل الفئات لكل واحد في شغله صحيح يبقى أنت توفر طاقتك السلبية بدل ما أنت تقعد قلقين وخايف وتعبان علشان الدخل بتاعك ده من عند ربنا على أيا كانت ديانتك الأم نفس الشيء مرعوبة من إيه من الفيروس من التوتر من عدم وجود الأهل من نزول الهايبر ماركتس دي اللي هي السوبر ماركتس الكبيرة علشان تعود تلمي في وفر طاقتك للولاد والبيتك عودي مع ولادك بقى جربي تسأليهم تتحوري معاهم نبدأ نعود معاهم ونشوفهم بيتفرجوا على أفلام إيه بيلعبوا ألعب إيه نتفرج سوا نتفرج مع بعض ده حيخليك تقدر تعرف تدخل عقليتهم وتشوف هم بيفكروا إزاي جرب لأول مرة كده إن الحياة ما تقباش تعليمات روحي وتعالي وعملي وشيلي وذكري ودخلي نيمي والساعة كذا ومش عارف إيه الحاجات دي كلها خلينا نحط ده على جنب حنمشي بالدسبلن المدارس دلوقتي بدأت إنها تعمل لك التعليم والدروس واللي هي قنوات التعليمية في التلفزيون عن طريق الإنترنت الشركات الإنترنت رفعت الجيجابايتس بالنسبة للبيوت فور فري يعني الدولة قاعدة بتساعدك يبقى أنا أحاول الطاقة السلبية دي لطاقة إيجابية أعودي مع ابنك ومع بنتك اتكلموا مع بعض جرابي تسألي كده بنتك أو ابنك أنت بتحبي إيه في مامي زعلانة من مامي في إيه لو جربت تسأل السؤال ده لحد من ولادك حتستغرب أن فيه ردود أنت مش متخيل أنها موجودة أصلا لأنك أنت مشغول بأنك في حاجات وقعية وفالد يعني أنا مش بقول أنك مشغول في حاجات هاي فأنت بتدور على أكل العيش وعلى تحسين المستوى باستمرار والأم عايزة تلبي الطلبات لكن جميل جدا لما تيجي تعود مع ولادك وتبدأ تسمع بأفكارهم على مدى أعمارهم هم شايفينك إزاي اشتركوا في القناة